نقطتين مهمين جداً ورسالة الحقيقة أتمنى أنها توصل لكل لعبية منتخب مصر مش بس كابتن مروان حمدي مهاجم المنتخب المصري اللي هاجم على سوشيل ميديا كل الأصوات اللي اعترضت أو اللي انتقدت أو اللي ما أشدتش بأداء المنتخب المصري في مباراته الأولى أمام لبنان والحقيقة أنه الوضع يختلف كتير جداً يا غابت المروان ويا أي لعب بالحقيقة أنا بكلم كل اللعيبة اللي لابسة تيشرت منتخب مصر واللي هتلبس تيشرتات منتخب مصر فيه اللي جاي الوضع يختلف جملة وتفصيلاً منتخب عن نادي في النادي بتاع حضرتك اللي بيشجعه فئة معينة أو لي جمهور معين من حق حضرتك أنك تتواصل مع جمهورك ومن حق حقك أنك تعبر عن وجهة نظرك ومن حق حقك أنك تختلف مع أي حد كائناً من كان لكن الوضع بالنسبة لمنتخب مصر مختلف تماماً منتخب مصر ملك لكل المصريين وكل المصريين غيرين على سمعة بلدهم وعلى اسم منتخبهم وكل المصريين كان ليهم في الكورة أو ما لهمش في الكورة كانوا في اتحاد الكورة، كانوا في الجهاز الفني، كانوا في الجمهور، كانوا في المدرجات ليهم مطلق الحرية أنه هما يعبروا عن رأيهم نحن بكلم على متخصصين ولا محللين ليهم مطلق الحرية أن هم ينتقدوا ويحكموا ويحللوا ويقولوا رأيهم بمنتهى الأريحية حرصاً منهم وحباً منهم وغيراً منهم على منتخب بلدهم حق الرد الوحيد المسموح به لأي حد بيمثل منتخب مصر يكون بس في المرعب مش من حقك على الإطلاق أنك أنت ترد على السوشال ميديا والحقيقة إذا كنت أنت لعيب محترف وإذا كنت أنت نولت شرف الانضمام لمنتخب مصر وأنا مش بس بكلم كابتن ماروان حندي أنا بكلم كل لعيبة منتخب مصر ردكم على أي انتقادات لابد أن يكون في الملعب أدائكم ونتائجكم والبطولات والأرقام اللي أنتو بتحققوها هي الرد الوحيد على أي حد ينتقدكم عمره أبداً ما كان بالكلام وعمره أبداً ما كان مكانه السوشال ميديا وإذا كنت كمان بتتكلم من ناحية الاحترافية فمطلوب الحقيقة من حضرتك وإنت في وسط بطولة زي دي إنك ما تطلعش بره تركيزك وما تشتتش تركيز المنتخب وتاخدنا الحاجات فرعية ممكن تأثر على تركيز الفريق ككل وأرجو من كابتن واق الجمعة وبعنديش شك إنه كابتن واق اللي هيعمل ده إنه يلفت نظر لعيبتنا إنه مش وقته خالص وإحنا بناخد بطولة بالمناسبة إذا كان الجهاز بيعتبرها تجربية فهي بالنسبة لنا بطولة بنسعى كجمهور على أهل تأدير كجمهور بنسعى إلى التتويج بيها جمهور المصري ما بيفكرش بفكرة إنك إنت رايح تجرب أو رايح تحتك أو رايح تحضر لبطولة أمم أفريقيا أو حتى رايح تحضر لتصفيات كاس العالم في مراحلها النهائية كل جمهور كورة في مصر مستني المنتخب المصري يوصل لأبعد مدى في البطولة دي وللأ لا يتم التتويب بيها